شك مشروع ما بفائدة للمواطن ويلبي متطلبات تنمية الأقاليم يلغى وتحاسب اللجان والجهات على هذا الموضوع الشيء الثاني إنه إذا أكو مشاريع المحافظة قامت بيها فهذه يحولها إلى القطاع الخاص هم يكملونها وهم يتفاهمون مع المحافظة على واردات بالتالي هذا العدد الهائل 1500 مشروع أنا لا أكو عندي ميزانية لا أكو 1500 مشروع 20 هذا المتلكة لا هو كل مشاريع المحافظة ليس المتلكة بالتالي إحنا اليوم لازم يكون عندنا صلاحيات حتى نقدر نشتغل بطريقة صحيحة اليوم إحنا مثل ما قلت لك من المواطن من المواطن البسيط سيادة المحافظة هذا الحل اللي تطرحه أنت هذا مو حل بالحقيقة ليش؟ لأن هذا مشروع حل عود إذا اقتنعت بي الدولة وقتنعت وزارة التخطيط المطلوب من السيد المحافظ أنه يضع حلول للأزمة الآن أكو عنده مشاريع متلكئة مشاريع خدمية الناس تحتاج هذا اللي تطرحه حضرتك هذا ممكن تسمعه وزارة التخطيط وطرحه ابو جلسي وزارة عود ذا قبله وعليه ممكن بعد فتخمس سنوات سيدة أنا هسا أقول لك أنا مسؤولة عن كلامي محافظة أمامك لو توفرت المبالغ اللازمة لإكمال المشاريع أنا أتحمل مسؤولية إكمال جميع المشاريع أنا أتحملها طبعا تدري شكادي حين نطلب الدولة للمشاريع على الميزانيات اللي قلت لك تراكمت تريليون وثمانمائة مطلب سيدة محافظة تحسب هاي طلب هاي الحقيقة مشاريع متلكئة لا 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 طلب ناس عدها أي استحقاقات الناس الناس عدها طلب الناس انت دا تشتغل عندك إمكانية مئة مليون اشتغلت مئتين مليون الدولة ما أنطتك سيدة المحافظة أنا عنده أنا تقرير يقول أكو شركة ما نفذي تنفيذ صفر بالمية صرف مبلغ 5 مليون مليار دينار إلى أحد الشركات لإنشاء طريق الدور العلم بالرغم من أنسبة الإنجاز كانت صفر دمية هذا الكلام اللي تقول بيطلب هذا تقريئا هيئة النزاه بالمناسبة طريق الدور العلم ما عندنا تطريق الدور العلم ما عندنا תقريئة النزاه ما عندنا يتحدث التقرير يتحدث تقرير نهدر من المال العام المال ليس طريق اسم دور العلم